نروح بقى لمباراة النهاردة في الجولة التسعة قدام سموحة وطبعا المباراة جاية بعد فوز على فرقه في الجولة الأخيرة عايزة أقول وأكد زي ما نوهنا مع حضراتكم أكتر من مرة ومن بداية انطلاق هذا الموسم ماتشاط الدولي كلها مش مضمونة كلمة 3 نقاط في المتناول أصبحت كلمة ديم ودي وخلاص لا مجل استخدامها بعد كده لأن كل الفرق عندها حسابات تانية غيرك فرق عايزة تدمن بقاءها في الدولي من بدري في ظل صراع قوي جدا للهبوط والهروب من شبح الهبوط ودي بالمناسبة بتكون أصعب الماتشاط لأن غالبا أطرفها بيلعبوا بطريقة دفاعية صعبة جدا وبحتة جدا فرق تانية عايزة تحسن من موقعها ومن موقفها وعندها طموح أنها تكون في مراكز متقدمة نسبيا ودي بتلعب إلى حد ما بدون ضغوط عصبية يعني إلى حد ما وأكيد طبعا فرق المقدمة اللي ماتشاطها يعني معاك هتكون مؤثرة في صراع المنافسة فاللي عايزين نقولوا أن كل الماتشاط مهمة مفيش حاجة اسمها الفريق ده في المتناول مفيش حاجة اسمها على قد الإيد لا الماتش ده مضمون انسوا بقى حضراتكم النوع ده من الكلام لأن احنا كنا بنقولوا في أوقات سابقة ونتج عنه نزيف نقاط غير مستحب تكراره يعني لو بصينا كده لجدول الدولي بالمناسبة هنلاقي أن من المركز الأول يعني أو بين المركز الأول اللي هو طبعا النادي الأهلي والمركز الثاني نادي الزمالك والمركز الثالث تيوتشر الفوارق بسيطة جدا يعني نقطتين ليس أكتر بين الأول والتاني وعلى فكرة نفس الحكاية في المراكز من الخامس للتاسع ومن المركز الحداشر للمركز الأخير هتلاقي أن ماتش واحد كفيل أنه ينقل فريق أكتر من مركز أو مركزين أو تلاتة في بعض الأحيان طبعا فريق سموحة فريق تقيل فريق قوي دي كل الاحترام هنواجهه النهاردة إن شاء الله طبعا هو لعب الموسم الحالي 8 مباريات كسب مباراة واحدة وتعادل فيه 4 منشاط وخسر فيه 3 عنده إجمالي 7 نقاط وأكيد طبعا مدربه كابتن طرق العشري عنده الرغبة العرمة إنه يحسن من موقفه في جدول الدوري دي حاجة منطقية جدا وبديهية جدا أتمنى طبعا إن إحنا نكسب في ماتش النهاردة ونحاول إن إحنا بقدر الإمكان نحافظ على صدارتنا أو صدارة الفريق في جدول الدوري من البداية للنهاية إن شاء الله وما نبقاش عرضة لأي انتكاسات تعالوا نسميها كده إن شاء الله ما يحصلش الفترة الجاية إحنا عندنا فريق جاهز وعنده الرغبة العرمة أكيد في الحفاظ على المركز ده ومش حنتخلى عن المركز ده وأعتقد أن أنا بكلمتين دي بعربر عن نفسي وعن جماهير النادي الأهلي في كل مكان